اشتركوا في القناة وكلماته ترن في الآذان وتدخل أعماق القلوب ثم تنعكس على العيون فتملأها بالدموع ذكر زايد رحمه الله لا تقيب عن من وطئت رجله قدم هذه الأرض المباركة فهو حي وإن كان في قبره وذكره لا تقيب عن أحد بل لا يمكن لأحد أن يذكر زايد رحمه الله ولا يترحم عليه ولا يرى إفضاله فهو في الحقيقة من نعم الله على هذه البلاد ومن فضل الله عليها أن بعث لها زايد فكان نعم القائد ونعم الأب ونعم الرجل وذكره لا تقيب وهذا في الحقيقة من عاجل بشر المؤمن وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام خياروا إمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم أي تدعون لهم ويصلون عليكم فإذا تواصلت دعوات بين الراعي والرعية وسكن الراعي في قلوب الرعية فهذه بشرى خير من رسولنا عليه الصلاة والسلام بأنهم أئمة أخيار فنسأل الله عز وجل ليجمعنا به ثم التحدث عن ذكراه وعن مآثره عليه رحمة الله شيء ينقطع دونه السنين والأيام والكتب فهو رحمه الله كان فلتة في جوانب الحياة كلها في دينه وفي دنياه وفي تخطيطه رجل ربته الصحراء وصبر وصابر ثم اجتهد وجاهد حتى أينعت الإمارات وكانت دوحة غناء بالخيرات وارفة بالأمن والأمان كله في الحقيقة من فضل الله عز وجل ثم من فضل هذا الإمام الراحل ثم من ورثه من بعده من أبنائه الكرام البررة وإن كنا نعز أنفسنا فالتسلية في أولاده حفظهم الله عز وجل فهم يسيرون على نهجه ويحيون طريقته رحمه الله وبارك في من خلفه وزاد في عمره وتقواه فهم شامة في الخير ودولتنا وإلا الحمد في العمل الإنساني اضرب بها المثل خيرها عم القريب والبعيد وصل إلى أقصى الأرض وأطرافها في الله الحمد والمنة كله بتوفيق الله عز وجل كله بنعم الله عز وجل ولذلك كان زايد رحمه الله كثيرا الشكر الله كثيرا اعتراف بفضل الله عليه متوددا للناس بالخيرات بكل ما أتي وفي الحقيقة مرة كنت في الطريق مع والدي الصغير عمره ست سنين أو سبع سنين مررنا بصورة الشيخ زايد رحمه الله قبل دبي فقالي يا أبي الشيخ زايد أكيد في الجنة قلت يا والدي كيف كنت هذا قال الشيخ زايد يساعد المساكين يعطي الناس بيوت يعطي الناس هدايا وأكيد اللي يفعل هذه الأشياء الله يحبه واللي يحبه اللي يدخل الجنة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة ينطقون على ألسنة بني آدم بما في الإنسان من خير أو سوء والشيخ زايد رحمه الله أجمعة القلوب وأجمعة الألسن على الثناء عليه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجنة من ملأ الله أذونه ثناء من الناس وهو يسمع فالناس إذا أثنوا على الخير بالخير على الإنسان وجبت له رحمة الله فهذه بشرى عاجلة من الله عز وجل للعبد المؤمن وشيخنا عند هذا الظن نظن به الخير ورحمة الله واسعة ونسأل الله عز وجل أن نجاوره في جنته في فردوس الأعلى بمنه وكرمه وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وفي الختام في الحقيقة إن كان ثم كلمة فشكر موصول متجدد لمؤسسة وطني على دورها الرائد وخدمتها المجتمعية ورد جميلها لوطنها فهذا في الحقيقة واجب يقومون به ويشكرون عليه نسأل الله عز وجل أن يزيدهم خيرا ونعما وتوفيقا وتسديدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر